عندما نعترف بخطيتنا ونتوب عنها ونسلم حياتنا ليسوع المسيح نحصل على غفران الخطايا نحصل على عطية الله على عطية الحياة الأبدية مكتوب الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته فإذا هذه الحياة الأبدية في شخص يسوع المسيح نحن نعلم يقين تأكيد أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة ماذا يحصل عندما تؤمن وتسلم حياتك ليسوع المسيح أحبائي فيه امتيازات كثيرة جدا الامتياز الأول نصبح أولاد للرب مكتوب وأما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يسيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه الذين ولدوا ليس من دم ولا مشيئة رجل أو جسد بل من الله وقال يسوع المسيح لرجل الدين نيقو ديمس اللي كان حافظ لكتاب المقدس الحق الحق أقوله لك إن لم تولد من فوق لا تقدر أن ترى ملكوت السماء يعني نبغي أن تولد من فوق الولادة الروحية ولادة الروح نسلم حياتنا ليسوع المسيح فهذا عطية وامتياز كبير كبير الرب يحررنا مش بس عشان نتحرر من الخطيئة الرب يحررنا حتى نصرخ يا أبا الآب حتى نكون أولاد وبنات للرب علاقة شخصية علاقة حميمية علاقة الأبوة والبنوة لأن الله بحبك الله بحبنا المسيح أعلن عن الله كآب وبتعرفوا كثير ناس اليوم بيفتقروا لكلمة تآب وكل ما يروا في الدين هو قساوي وكل ما بيشوفوه في الدين هو موت وعنف كل ما بيشوفوه في الدين هو إفعل أو لا تفعل وكل ما بيشوفوه في الدين من معاملة قاسية ومن زوايا قاسية إلى آخره لكن المسيح مليان رأفي مليان حنان وجهنا لمحبة الآب اشتركوا في القناة